أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا طلبة الثالث الثانوي العلمي نقدم اليوم لكم إضاءة على منهاجنا لمادة الرياضيات ونقدم فيه إضاءات عن التابع الأسي الذي سنتعرف عليه وعلى تعريفه والنهايات المتعلقة بهذا التابع وقواعد الخاصة بالاشتقاق بداية نرحب بالزميل الأستاذ جيريس البشارة من مديري التربية الدمشق أهلا وسهلا أستاذ جيريس بداية التعريف بالنسبة للتابع الأسي لننطلق بالشاشة لنظاهر التابع الأسي كتعريف بداية وعلاقته بالتابع السابق له نعلم أن التابع الأسي هو التابع العكسي للتابع اللغريتمي إذا عرفنا التابع اللغريتمي فهو معرف على المجال من الصفر إلى الزائد لانهائي ويأخذ قيمه في المجال من الناقص لانهائي إلى الزائد لانهائي قيمه في R وبالتالي التابع اللغريتمي الأسي هو التابع العكسي لهذا التابع أي استاذ جيريس إذا أردنا أن نعرف مجموعة تعريف التابع الأسي Fx يساوي EX التابع المألوف هو مجموعة تارف R ويأخذ قيمه موجب تماما بالصفر لازائد لانهائي نعم إذا تكون EX تساوي إذا هذا تذكرنا أن التكافؤ في لنعرض ذلك على الشاشة أن إذا كانت لدينا Fx يساوي أو Y تساوي لغريتم X فإن X يساوي E أو Y لنأخذ بداية التابع العكسي كتعريف هو تابع معرف على المجال من A A على المجال النقص لا ينزائد إلى R ويأخذ قيمه في المجال من الصفر للزائد لانهائي ممكن نعرض على الشاشة ذلك التابع نعم لنأخذ بعض الخواص التي يتمتع فيها التابع العكسي نعلم أنه إذا كانت بمأن التابع هو متزايد مستمر متزايد آمن فللمعادلة إذا كان EX يساوي ESB فإن X يساوي B وأيضا بالنسبة للمتراجحة إذا كانت A أصغر من B فإن يكافئ أن ESA أصغر من ESB نعرض ذلك على الشاشة إذا ممكن ذلك نشاهده هذه الخواص المتعلقة نعم إذن لمقارنة عددين حقيقيين كانت A تساوي B فهذا يكافئ ESA يساوي ESB وأيذا كانت A أصغر من B فإن ESA أصغر من ESB وإذا أصبح لدينا التساوي أيضا A أصغر من B فإن ESA أصغر من ESB أيضا هذا يكافئ إذا لدينا مجموعتين ESUX يساوي ESVX فإنه يتكافئ UX يساوي VX هذه المعادلتان لهما مجموعة الحلول لنأخذ التمارين تخص ذلك إذا قيام بحل بعض المعادلات والمتراجحات أستاذ جيريس ممكن على السبورة سمحت أستاذ سهيل لدينا المعادلة الأولى E'1 على X E'1 على X تساوي E'X زائد 1 E'X زائد 1 تفضل هذه نحن هنا معادلة حلولة تكافئ حلول أي معادلة بس قبل ما نبلش بالمجموعة الحلول فيه شرط للحل هنا شرط المعادلة المكتبة شرط الحل أو المعادلة نفس الشيء نفس الموضوع نحن X بالمقام معتها بدنا المقامة بساوي الصفر معتها مجموعة تعريف المعادلة أو شرط الحل هو X تنتمي لR معدها الصفر صحيح هذا شرط أساسي مش هنشوف القيم تنتمي ولا لا مثل مع الأستاذ سهيل هالمجموعة هاي شو بتكافئ بتكافئ 1 على X بتساوي X زائد 1 المعادلة تكافئ المعادلة الأبسط الأبسط هي الأسر طبعا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين عنا هون على السريع عملية سهلة عنا ياها من ساوي X مربع زائد X يساوي الواحد معادلة درجة ثانية طبعا كل بطرف والطرف الثاني لازم يساوي الصفر عنا نائس واحد تساوي الصفر طبعا ما في صعب التحليل مباشر فيه محلة على الدلتا طبعا عنا نحن A تساوي واحد وB تساوي واحد وC شو بتساوي واحد طبعا طالب البكالوريا طالب البكالوريا حيك نحط دغري نحط الناتج دغري هو P مربع ناس 4C طبعا الناتج دغري لازم نحطه 5 طالب بكالوريا عنده المهارات هاي نعم نروح لX1 X1 هي طبعا نائس B زائد جزر الدلتا طبعا معروفة لطالب البكالوريا نائس واحد زائد جزر الخمسة على 2A طبعا 2B واحدة اللي هي نفسها وX2 بيطلع عنا أستاذ سويل نفسها بس بيختلف الجزر النصصاني معناها نائس جزر الخمسة على 2 طبعا منلاحظ الحلين بنتبوا لمجموعة التاريف معتلا الحلان مقبولا مقبولا الحلان شكرا أستاذ يجب أن نوضح قبول الحلان لكن إجباري مقبولا إذن الحلان ينتميان إلى مجموعة R طبعا X1 X2 بنتبوا لX معدى R معدى الصفر صحيح معتلا بناخد الاثنين المقبولين ما في ولا حل مرفوض الحالة الثانية لدينا متراجحة هي التالية E أس 2X زائد واحد E أستاذ سويل 2X زائد واحد أصغر تماما أصغر تماما من E ناقص X مربع ناقص X مربع زائد 4 زائد 4 طبعا الحل بتغريم نحن مثل ما قال تفضل أستاذ سويل ببداية الجلسة المجموعة اللي بتكافئ هاي هي نفسها شو الأسس يعني بتكافئ المجموعة هي 2 أول متراجحة نفسها مثل ما حكى الأستاذ سويل ناقص X مربع زائد 4 هم الشروط لا توجد شروط على الأسس نعم معرف على R على R لأنما حطينا شرط الحل لأنه هون R و هون R بالشكل العام هي متراجحة درجة ثانية كمان لطالب بكالوريا الأمور لازم تكون جيدة نحطهم كلهم بطرف 1 زائد 2X على السرين نحط ناقص 4 وزائد 1 نحط ناقص 3 أصغر من الصفر طبعا المعادلة المستعدة للحل هيك معادلة متراجحة هي 2X ناقص 3 بساوي الصفر طبعا فينا تحليل مباشر أو دلتا الأولى حليناها دلتا لأن ما بتحلل هي أفضل منحللها على التحليل المباشر صحيح بساوي الصفر بهون نحط X وهون نحط X بدي عددين حاصل جداء ناقص 3 وحاصل مجموعون زائد 2 طبعا بالنسبة لطالب بكالوريا عنده شوية مرونة وواضحين دغري هن زائد 3 و ناقص 1 جداء بساوي الصفر إما X زائد 3 تساوي الصفر معناتها عندي X شوية تساوي مباشرة ناقص 3 أو X يساوي الواحد أو دغري X ساوي الواحد مباشرة دغري على جدول الإشارة أو جدول نعم الجدول هون إحنا هاي X طبعا من ناقص لانهائي للزائد لانهائي استاذ وكمان عندنا القيم شوهنه ناقص 3 من الصغير للكبير زائد 1 منحط هاي X مربع المعادلة عندنا ياها زائد 2X ناقص 3 تنعدم عند ناقص 3 طلعت معنا نعدمة المعادلة عند ناقص 3 والواحد نعم بناتهم يخالق إشارة X مربع وبراتهم يوافق الإشارة طبعا أنا بدي السطر الثالث المتراجحة استاذ سهيل إذن هنا يجب أن ينتبهي الطالب إلى إشارة جهة التراجح طبعا مو دوما مزمن كلمة الطلاب حاضي طبعا سالبة بيها أظهر من الصفر نلاحظ المتراجح أظهر من الصفر هون عند الزائد طبعا غير محقق وعند الزائد كمان غير محقق محقق في المجال السالب معنا نحنا إذن مجموعة الحلول يمكن تكتب إيه ما في مشكلة مجموعة الحلول نحنا X تنتمي من النائس الثلاثة للواحد طبعا المجالات هنا بتكون مفتوحة أستاذ لأن الأغذر متى يمكن أن تكون مجالات مغلقة؟ أستاذ سهيل إذا في أصغر أو يساوي منسكر المجالات أصغر تماما المجالات مفتوحة نقبل قيم التي تعدم هذلك طبعا إذا مغلق منسكر تكافئ حلول المتراجحة طبعا حلول المتراجحة المطلوبة طلب الأستاذ سهيل تكافئ المجموعة هذه الحلول لدينا أستاذ جريس بعد إذنك حل معادلات أو متراجحات في مثال الآخر إي أس ثلاثة ناقص X ثلاثة ناقص X تساوي الواحد تساوي الواحد نعم أفضل تساوي الواحد نحن فينا بهالعملية أستاذ سهيل إي أس ثلاثة ناقص X إي أس صفر هي فينا نحطها إي الواحد إي أس صفر الواحد إي أس صفر طبعا فينا نحط ضغري تكافئ شو مثل ما حكينا قبل شوي أستاذ سهيل تساوي الصفر تساوي الصفر من هون نستنتج من هالمعادلة إنه X تساوي عنا ثلاثة على السريع نحط X تساوي ثلاثة هذا حل المعادلة المعادلة كان مننا ممكن مباشرة كتعريف هو تابع عكسي للغريتم أن إي أس ثلاثة ناقص X تساوي الواحد فمباشرة ثلاثة ناقص X تساوي لغريتم الواحد أي تساوي الصفر ممكن أن يحلها بطال بشكل مباشر بهذه الحالة وX تساوي الثلاثة كمان في المثال الآخر 2EUX ناقص X 2 أستاذ نعم EUX ناقص X 2 EUX ناقص X 2 ناقص X تساوي 1 على EUX زاد 2 1 على تحت EUX زاد 2 زاد 2 تمام هاي أستاذ سهيل معادلة كمان نحن فينا نحصل إذا ضربنا جداء طبعا الأسس كلها موجبة عفوا أنت مجموعة تعريف أر ما في شرط نحن إذا حطينا حطيناها هون أستاذ سهيل وضربنا الوسطين هاي على 1 وهاي 1 على EUX زاد 2 إذا ضربنا الوسطين بالطرفين نلاحظ أن 2EUX ناقص X بEUX زاد 2 بساوي 1 طبعا هاي عملية لطالب بكالوريا سهل جدا ممكن أن تصرها ولا أكتبها أبدا لمهارة بسيطة طبعا مهارة بسيطة بس نحن نوضح أكتر معرفية سابقة من ننشر لتنين EUX ناقص X على القوس اللي هو EUX زاد 2 بيصفي عنا EUX صفر للحد الأول زاد 4 EUX ناقص X بساوي الواحد طبعا نحن EUX صفر هي واحد فينا نقلل للطرف الثاني دغري دغري نحط أربعة EUX ناقص X طبعا بيعطينا ناقص واحد طب نحن هون من نصفهم شوي في طلاب دغري بتروح بتقول EUX ناقص X سي ناقص واحدة أربعة سالبي مع أنت لا يقبل مع أنت مستحيلة الحل هذه المعاملة إذا نقترف الأول هو جداء عددين موجبين تماما لا يمكن أن يساوي مقدار سالي فهي مستحيلة الحل تماما لدينا أستاذ جريس متراجحة تالية تفضل EUX ناقص واحد EUX بين قوسين طبعا تفضل أستاذ مضروب بين قوسين EUX ناقص أربعة ناقص أربعة أصغر تماما من الصفر أصغر من الصفر مع هذه المتراجحة الحل نحن نحط المعادلة المساعدة للحل هذه شو هي EUX ناقص واحد المعادلة المساعدة بEUX ناقص أربعة طبعا أستاذ جريس سوهيل لدينا نحن أما EUX ناقص أربعة لدينا جداء بيساوي صفر إما دغري مسموح له مباشرة نكتب EUX ناقص أربعة EUX ناقص أربعة هذا يؤدي X تسايف طبعا صفر أو أستاذ عنا EUX نلاحظ الساوي الأربعة نستنتج من هنا أنه X تساوي لغورتما الأربعة نعم صفت جدول الإشارة أستاذ نعم نتعامل مع جدول الإشارة يشبه تقريبا جدول إشارة تابع من الدرجة الثانية إلى حد كبير نحن نلاحظ EUX ناقص واحد ندرس إشارته أستاذ EUX ناقص أربعة تمام المجال أو المعادلة هي صفرت عنا أستاذ سوهيل عند قيمتين يلي هنه صفر وليغورتما الأربعة ليغورتما الأربعة نلاحظ بين الجدرين يخالف مثل تشبه تماما الفكرة تماما معالم درجة تزايد التابع نحن نلاحظ أستاذ سوهيل بدنا المتراجحة المطلوبة عندنا أصغر من الصفر معتها عند الموجب غير محقق يام نحط هيك يام نكتب غير محقق وعند السالة نكتب محقق طبعا هاي المتراجحة إذن حلول المتراجحة حلول المتراجحة المطلوبة أستاذ سوهيل X بتساوي طبعا من الصفر للغورتم الأربعة طبعا مثل ما حكينا قبل شوي أستاذ سوهيل أخذنا المجلات مفتوحة لأن أصغر تماما لو أصغر وتساوي سكرنا المجلات شكرا أستاذ جيريس تفضل يمكن الآن أن نستعرض الخواص الجبرية للتابع الأسي لنلاحظ على الشاشة بعض الخواص الجبرية E أص صفر يساوي الواحد عفوا أن X صفر الحل وحيد للمعادلة E أص X يساوي الواحد وأي أن يكون العددان الحقيقيين A و B فإن E أص A ضرب E أص B يساوي E أص A زائد B وهي خواص تشبه إذا حد من خواص ما تعلمه الطالب في المرحلة الإعدادية عن بعض القيم X طبعا خواص أص نفسه نعم أيا كان العدد الحقيقي A فلدينا E أص نقص A هي واحد على E أص A وإيا كان العددان الحقيقيين A و B فإن E أص A على E أص B يساوي E أص ناقص E أص A ناقص B وتعمم بالنسبة للجداءات E أص A و 1 ضرب E أص A 2 حتى E أص A N هي E أص مجموع تلك الأسس وبالخصة الأخيرة E أص A أص B فهي تساوي جداء أسس ضرب A E أص B ضرب A تماما إذن وهي تعمم أيضا هذه الخواص القوى الحقيقية إذا كان العدد ليس بالضرورة الأساس هو E ممكن أن يكون أي عدد حقيقي موجب تماما A و B مثل A و B يكون شرط موجبان تماما حتى تحقق تلك الخواص 1 أص U يساوي الواحد و A ضرب أص U ضرب A أص V هو A أص U زائد V وهكذا تماما تشبه الخواص الآن لدينا التساؤل التالي معروض لدينا كيف نقوم بحل معادلة من النمط A A مضروب B أص U 2 X زائد B أص U X زائد C تساوي الصفر تفضل استاجيليس ممكن تشرح لنا كيف يقوم الطالب بحل مثل هذه المعادلة المعادلة استاذ سو A A أص U 2 X زائد B B أص U X زائد C ساوي صفر إذن يمكن أن يلجأ الطالب إلى الطريقة عامة لكن هناك خلال التطبيق يمكن أن يحل بطروقه المختصرة طبعا الحالة العامة للحل ممكن أن نلجأ إلى تغيير متحول طبعا فيه يعني تغيير متحول وفي نفرض نحن إذا بدنا منساوي A أص U X نعم نفرض A أص U X مثلا A أص U X تساوي Y هذا يكافئ أن X تساوي لغة رتم Y صحيح X تساوي لغة رتم X تكافؤ أستاذ بعد طبعا تكافؤ X تساوي لغة رتم Y صحيح صحيح لكن ما الشرط على Y عندما تكون معادلة Y لا تكون أكبر من صفر استاذ سويا إذن لأنها A أص U X ماذا تصبح المعادلة كيف تقول شكل المعادلة A أص U Y مربع طبعا A Y مربع زائد زائد BY زائد Z متساوي الصفر إذن آلت المعادلة إلي معادلة من الدرجة الثانية بالمجهول Y ونقوم بحلها سنأخذ أمثلة على ذلك ونلاحظ أنه ليس بالضرورة أن يعتمد الطالب تلك التقنية طبعا يمكن أن يختار تقنيات أخرى إذا حصل لتحليل مباشر أو ما شابه لنأخذ المعادلة التالية لو سمعت إي أس 2X ناقص إي أس X ناقص 6 تساوي الصفر إستاذ سوين قال بأول الشرح فينا نفرض إي أس X هي Y فينا نحن نبقوا بطريقة تانية مثل ما حقل إستاذ سوين فينا ندري نلجأ لتحليل مباشر نعم ما كنا نشتغل قبل شوي إستاذ سوين ممكن ولا مانع من ذلك نحط هنا إي أس X نفس الطريقة الاعتيادية اللي مشتغل فيها بالمعادلة من الدرجة التانية بدي إستاذ سوين عبارة عن عددين جداءه ناقص 6 ومجموعه ناقص 1 هنا ناقص 3 وزائد 2 تمام مع إستاذ سوين لدينا جداء بساوي الصفر تماما إما الأول صفر أو الثاني صفر بس نحن نلاحظ هنا أنه إي أس X زائد 1 مقدار موجب تماما زائد 2 تماما زائد 2 لأن الإي أس X تابع لا يمكن أن ينعد زائد 2 بيكون موجب جداء بساوي صفر هذا موجب معت المقدار التاني اللي هو إي أس ناقص 3 X شو بيساوي إستاذ الصفر صفة عنا إي أس X بتساوي 3 وعلى السرية X شو بتساوي معنا لغرتم ل3 وهو حل المعادلة المطلوب إستاذ سوهيل تماما لدينا متراجحة الآن تقريبا لكن بتفصيل آخر لنتعامل معها توجد فكرة فيها سنوضحها بين قوسين X زائد ناقص 2 ناقص 2 مضروبة خارج القوس بين قوسين مضروبة ب X X لو سمحت أستاذ لا ترفع كثير على الشاشة ايه تماما اكبر تماما من 2 بين قوسين X ناقص 2 الحل الملاحظة التي ستوجهها أستاذ زيليس للطلاب بهذه المثال هلأ نحن أستاذ سهيل أكثر الطلاب بيختصروا الطرفين على EOS X ناقص 2 من هون EOS X ناقص 2 بيشلوهم بعض إذا كانت معادلة سيكون أهمل بعض الحلول وإذا كانت متراجحة سيهم المجالات مجالات منها تماما إذا شنا هاي مع هاي أستاذ سهيل نختصر مجالات من مجموعة الحلول والصواب في ذلك نعم الحل أستاذ سهيل ننقل الطرف الثاني إلى الطرف الأول نعم بهذا الشكل ونلاحظ أستاذ سهيل نحن عنا هالحد هاد وهالحد هاد فيهن عامل مشترك صحيح يلي هو EOS X ناقص 2 نعم إذا قسمنا على الأول أو أخرجنا عامل مشترك بيصفي عنا من القوس الأول EOS X صحيح ومن القوس الثاني ناقص 2 نلاحظ بعد إخراج عن مشترك جداء قوسين نفس القوسين بيصير القوسين أستاذ سهيل للتربيع أكبر من الصفر نعم نلاحظ أستاذ سهيل مجموعة حلولها المتراجحة هي دوما موجبة موجبة الطرف الأول هو موجبة يمكن أن نعدم يمكن أن نعدم عند قيمة التي تعدم EOS X ناقص 2 لكي لا نضع الناتج دغري نقول دوما هالمقدار موجبة بس ناء قيمة واحدة تصفره لو فيه أو يساوي كنا أخذنا المجال كله بس ما عنا أو يساوي أستاذ أخذنا مجموعة الحلول R بس هون عنا قيمة بتعدم هالمجال بيطلع هون صفر بيساوي صفر أنا بيأكبر تماما ما بنقول نحنا ناقص 2 تساوي الصفر يعني هاي المتراجحة محققة دوما إلا عندما بتساوي الصفر معتها EOS X بتساوي 2 معتها X بيالقيمة هاي بتساوي لوغرتم لتنين معتها أستاذ سويا أنا بديجي مئة قيم هي R معدها القيمة بتصفرها اللي هي لوغرتم لتنين أستاذ ده ممكن كتابة ذلك حلول المتراجحة على جنب حلول المتراجحة حلول المتراجحة كلا يعتقد طالب أن الحل هو لوغرتم حلول المتراجحة هي إذن لحظنا أكثر من هدف بالنسبة لهذا المثال أولا لو اختصر الطالب كان تصبح لديه المتراجحة أي X أكبر من اتنين يعني X من لوغرتم اتنين إلى الزائد لنهاية الحلول بيكون اختصر اختصر جزء كبير من مجموعة الحلول من طبيعة الحال هو خاطئ إذن هذه بالنسبة لهذه المتراجحة أستاذ يريستفضل الآن لنستعرض بعض مبرهنات النهايات من خلال دراسة التابع الأسي نهاية مبرهنات توضح لنا نهايات بعض النهايات الخاصة بالتابع الأسي لنهاية EOS X عندما X تسعى زائد إلى نهاية هي زائد إلى نهاية ونهاية EOS X عند نقص لنهاية هي الصفر ونهاية EX نقص 1 على X عندما X تسعى العصété هي الصفر أما نهاية EX على X عندما X تسعى زائد لنهاية زائد لا نهاية أما نهاية إكس بي أس ناقص إكس عندما إكس تسعى الزاد لا نهاي هي الصفر ونهاية إكس أس أن بي أس إكس عند الناقص لا نهاي هي الصفر سنستفيد من هذه النهايات أستاذ جيريس في حل بعض النهايات في قادم فيما يتبع إذن هنا يجب على الطالب أن يلم بهذه النهايات لأنه سيخدمها في نهايات أخرى وتزيل من خلالها حالات عدم تعيين معينة لدينا نسبة للاشتقاق أستاذ جيريس التابع الأسي إف إكس يساوي إي إكس والتابع المألوف الذي بدأنا به هو تابع معرف على آر ما هو مجال اشتقاقه كمان معرف على نفس الشيقات آر إذن اشتقاقه آر وما هو مشتقه هذا التابع طبعا إي أس إكس هو التابع الشغير هذا إذن إف إكس مشتقه نفسه يعني التمتع بهذه الخاصة أما إذا أخذنا التابع المركب إف إكس يساوي إي أس يو إكس إذن تابع مركب ESUX كما هو معروض على الشاشة مجموعة تعريفه ستكون نفس مجموعة تعريف الـ UX إذن نعم مجموعة تعريف الـ US تماما هي تابع الـ US هو مجموعة تعريفه ومجال اشتقاقه مجال اشتقاقه مجال اشتقاقه مجال اشتقاقه تابعه إذن أما مشتقوق فتحة X يساوي U فتحة X بE بEUX هذا حسب استخدام قاعدة اشتقاق المركب سابق في بحث التوابع عفوا بحث الاشتقاق إذن الآن إلا نعود إلى النهايات تفضل استاذ جريس نقوم بحل بعض الأمثلة عن النهايات لدينا المثال الأول FX يساوي EX-X مربع EX-X يعني X مربع المطلوب إيجاد النهايات عند أطراف مجموعة تعريف أي على الطالب أن يوجد في البداية مجموعة تعريف هكذا تابع أستاذ سوي نحن مجموعة تعريف التابع هو R نعم ببساطة لأنه مجموعة تابعين معرفين على R معرف كل منهما على R فهو R نهاية عند الناقص لنهاي نهاية التابع FX في جوار الناقص لنهاي نتذكر المبرهن نهاية EX عند الناقص لنهاي 0 فأصبعها ببساطة نحن نهاية EX في جوار الناقص لنهاي طبعاً هاي شغلة السهلة بالنسبة للطالب وX مربع بسيطة جداً X مربع نهاية جداً معلومة سابقة ودامه ناقص صفت ناقص لنهاي ممتاز إذن عند الزائد لنهاي هلا عند الزائد لنهاي استاذ سوهيد نهاية التابع في جوار الناقص لنهاي نكتب نحن استاذ التابع بس أول شيء بعدين منزيل حادة التابع نحن عام نطلع التابع هذا ننظر إلو ESX ناقص X مربع فينا نسحب استاذ سوهيد X مربع مشان نستفيد من خاصة إخراج عامل مشترك طبعاً إخراج عامل مشترك هو X مربع على X مربع للاستفادة من المبرهن رح نحطها كمان هون لك أستاذ نهاية ESX على X مربع في جوار الزائد لنهاي طبعاً هي كمان لازم يكون حافظة طالب هي لا نهاي صفة بنا ناخد لمت نهاية التابع في جوار الزائد لنهاي استاذ حساب بسيط حساب بسيط لا نهاي وهي لا نهاي بيطلع لنا زائد لا نهاي معت نهايته في جوار الزائد لنهاي استاذ لا نهاي لأن هي لا نهاي ولا نهاي جداء لنهايته لا نهاي نهايته في جواره ناقص لنهاي كمان ناقص لنهاي نعم الثانية ايه تفضل استاذ سويل Fx يساوي أو Fx يساوي Fx تفضل تبقى Gx لا تفرق 2eSx قد تكسر عفوا 2eSx 2eSx زائد 1 زائد 1 على 1 زائد Ex 1 زائد Ex كمان عند أطراف مجالات التعريف أستاذ مجموعة التعريف مجموعة التعريف الأسطبع واضحة وسهلة كتير هي R أستاذ نحن أول مجال السبب أن Ex هو مقدار موجب تماما بالنسبة للمقام واحد موجب لا ينعدم أبدا المقام كسري بس طبعا لايك لا ينعدم أستاذ موجب زائد موجب ما بينعدم موجب ناخد نهاية Fx في جوار الناس لنهاية طبعا مثل كنا كاتبينه أستاذ سهيل لأننا نحن هون بالاستفادة من النهاية نهاية التابع الأسة في جوار الناس لنهاية هي 0 نحن على السريع من فينا نحطها بيطلع 0 و 1 يعني بيطلع 1 على 1 بيطلع ناتج واحد طيب فينا بما أنه ESX مقدار موجب بنقص البسط والمقام على ESX استماما نحن بيصير عنا هون 2 زائد 1 على ESX أستاذ وتحت عنا بيصير 1 على X على ESX عفوا زائد 1 نحن بينا ناخد نهاية التابع في جوار الزائد لا نهاية تساوي طبعا عدد على نهاية الخاصة أنه ES لا نهاية في جوار أصبحت 1 على إيش بس على الصفر شو هي مقدارة؟ طبعا 2 على 1 2 زائد صفر وصفر زائد 1 طبعا 2 على السريق وصفة واضحة مباشرة أستاذ سوي إذن النهاية أصبحت مباشرة لدينا الآن نهاية مميزة تفضل أستاذ بعد أن نقوم بإثباتها يمكن للطالب إذا طلب إثباتها على الطالب أن يقوم بإثباتها أما إذا احتاج لها الطالب في تماريين أخرى يمكن أن يستخدمها هذه النهاية هي التالي فx أولا تساوي 1 زائد x القوس بين قوسين وسواحد على x والمطلوب إيجاد ممكن تمام 1 زائد x بين قوسين وسواحد على x عند الصفر إذا المطلوب إيجاد النهاية عند الصفر عند الصفر أستاذ سويل هذه النهاية المميزة نحن لدينا خاصة خاصة هامة إي لو قلت من الواي تساوي الواي تساوي الواي لأن اللغرتم والقوسي تابعين متعاكسين تمام تابع تقاول وتقاول نحن نستفيد من الخاصة يا أستاذ سويل بوضع الـ fx بالصيغة هاي fx شو بيصير عندي نعم هو عبارة عن e اللغرتم الواحد زائد x وسواحد على x تمام طيب أستاذ سويل نحن لدينا خاصة بتقلنا اللغرتم x وس r فينا ننزل r لقدام اللغرتم صحيح بيصير عنا الواحد على x بيلغرتم الواحد زائد x ونستفيد من هذا الموضوع هذا e اللغرتم الواحد زائد x طبعا ضربنا البسط بالبسط والمقام بالمقام حصلنا على الموضوع هاي أستاذ سويل نهاية هذا المقدار اللي نحن عنها نهاية المقدار نحن عنها هاي نهاية مرجعية بالنسبة للتوابع اللغرتمية وتساوي نهايتها لازم يكون حافظة طالب أستاذ هاي على x في جوار كل تعاملة معها بشكل جيد أصبحت نهاية المقدار هاد أستاذ سوهيل هي واحد نحن بدنا نهاية المقدار الف اكس يعني نهاية الف اكس أستاذ في جوار الصفر الصفر وتصير عندنا اي أس واحد يلي هي اي إذن تمام هذه هي نهاية مميزة يمكن استفيد منها الطالب في حال في حالة رمتعين تمام وسنأخذ مثالا على ذلك كيف يستفيد منها الطالب نعم أستاذ ممكن أن نأخذ المثال التالي اف اكس يساوي بين قوسين لن تطلع لفو أستاذ شوي نزل لأنه في قوس بعد ذلك اف اكس يساوي اثنين ناقص اكس بين قوسين اثنين ناقص اكس بين قوسين على القوس ثلاثة على اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد والمطلوب جاد النهاية عندما أقص اكس تسعة إلى الواحد طيب نحنا لما اكس تسعة للواحد استاذ شوي ما حصل على حالة رمتعين نحنا إذا نطلع على شكله بدنا نرجع للشكل اللي حكينا فيه قبل شوي اللي هو الخاصة أو المبرهن المميز اللي حكيناها لبرهنناها قبل شوي هي من أي شكل واحد زائد اكس الليمت تكتب وراها ايه هاي الليمت للتذكير واحد على اكس في جوار عندما نستسعى للصفر هي الاي هي الاي لازم نستفيد من الخاصة يا أستاذ سهيل في إثبات الموضوع من الواضح أن اثنين ناقص اكس يعني تحتاج إلى تعديل بسيطة تصبح من النمط أستاذ سهيل نحنا لحتى نزبط أو شكل التابع يزبط الخاصة اللي بدنا نستخدمها بيكون واحد عندنا هون من شيء لاثنين ناقص اكس طبعا بدي أوجده لواحد أنا أستاذ سهيل شو من السايفية منحط واحد زائد واحد ناقص اكس تماما ومنروح أستاذ سهيل منلاحظ نحنا واحد زائد مقدار معين ما في حدين هالحدين نفرضون شو واي و نفرض أو أيا نعم نفرض أن واحد ناقص اكس تساوي واي نعم نستنتج بما أنه نفس الشيء ما في داعي ناخد الموضوع هذا نحنا فينا ناخد نطلع اكس دلالة واي إذا كانت غير الموضوع اكس ناقص واحد بما أنه هون عنا اكس ناقص واحد ما في داعي لتغير أما إذا كانت ثلاثة نتغير متحول كله إذا الواحد ناقص اكس يساوي واي يساوي وهل إحنا بنشح عندما إكس تسعة إلى الواحد واي التسعة طبعا نحنا بتغير متحول بتغير الساعة طبعا أذا الأكس تسعة أستاذ سهيل كانت هم تسعى الأكس لels 0 للواحد للواحد أستاذ إذا الأكس عم تسعى Tele واحد يعتين يتسعى الى الصفر واضحه اصبح التابع في الشكل بدلالة طبعا بدلالة 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 يساوي الا 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 المقدار هات العلقوس شو بده يكون عنا ثلاثة على ناقص y لأنه عكس ثلاثة ونلاحظ هنا أننا نحن في المقام هون x ناقص واحد نحن فرضينا واحد ناقص x يعني بيطلع شو عنا؟ ناقص y طبعا من حسب الخواصة ذكر الأستاذ سهيل قبل شوي واحد زائد y بصير عنا منحط هنا لازم يكون واحد على y نحن عم نضبط الشكل أستاذ سهيل محاكات النهاية المميزة طبعا نرفع ناقص ممكن نحط خطة طبعا ما في مشكلة أستاذ صف عنا الشكل نظامي واحد زائد أصبحت من النمط تماما نهاية المميزة نهاية fx نهاية التابع أستاذ سهيل في جوار إلى الصفر تساوي x9 الواحد عفوا أستاذ يعني y للصفر ما في مشكلة تمام للواحد x9 الواحد هون شو بإصاز مداخل القوسين مقدار هو اي أستاذ سهيل المقدار هاد هو اي حسب الفائدة أص ناقص ثلاثة ازاح واحد على اي مكعب صفت عندنا النهاية واحدة اي مكعب أستاذ تماما لدينا نهاية مثال آخر عن نهاية بسيطة لكن فيها بعض الغش البسيط اخدع الطالب fx يساوي e x ناقص واحد على x e x ناقص واحد على على x على 2x عفوا على 2x عند الصفر عند الصفر فيه جوار الصفر طبعا e 0 واحد استاذ سويا ناقص واحد بطلع صفر على صفر طبعا السهل هي حددها الحالة لأن هي أساسا حالة عدم تعيين صفر على صفر صفر على صفر الشكل اللي بيتلبك في طلب انه مو معقولة لهالسهولة هي بدنا نعملها نحنا الشكل النهاية نهاية المرجعية نهاية المرجعية x تسعى للصفر هي واحد ما نلاحظ نحنا لحتى نزبطها مثل النهاية المرجعية للاثنين بس نسحبها نعم نص بتصير نص بالنهاية المرجعية e x ناقص واحد على x اللايم أصبحت نص ال fx في جوار الصفر استاذ سوهيل هاي نص ونحنا عنا هاي نهاية حسب ما ذكرنا نيك طبعا هي واحد للاخذ بالعلم اذا تمكن طالب جيد من كتابة مباشرة النص لا بأس طبع لا بأس بذلك بس مع تعديد حالة عدم التعيين تمام ايضا لا بأس اذا ازال عدم التعيين مباشرة معتمد على المبرهنات ايضا لا بأس الان لدينا نهاية ايضا بالنسبة لالنهايات fx يساوي طبع السلام واحد على x واحد واحد على x افتح قوس e os x نقص واحد المطلوب نهاية عند الصفر هي نفس المباشرة حسب الحسبناك بشوي عند الزائد لا نهاية عند الزائد لا نهاية نهاية استاذ سهيل التابع في جوار الزائد لا نهاية نحنا عنا طبعا واحد على نهاية هي صفر المقدار المضروب الأول نهايته صفر عند اللا نهاية وطبعا نحنا نعلم التابع e os x في جوار اللا نهاية هو لا نهاية صفر كمان عنا حددنا الحال نمض عدم التعيين نحن أستاذ سويل مشان نحصل لأحد القواعد نكتب بشكل تابع ننفكح على تدام التعيين اللي عنا يا أستاذ نحن عنا أحد النهايات كمان لازم يكون حافظة طالب في جوار اللانهاي في زائد لانهاي إذا الطالب حافظ هذا الموضوع لازم ننشر قوس في جوار اللانهاي صحيح أستاذ بعد ازنك هي عند الزائد عند الزائد تمام 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 معافي مشكلة حلال fx صار عنا إذن عملية تنشر نشر اي اوس اكس على اكس ناقص واحد على اكس حسب النهاية اللي عناها أستاذ سويل fx في جوار زائد لانهاي مثل ما إنا هي لانهاي وعدد لانهاي صفر صفت على السرية بنحط زائد لانهاي إذا بالاعتماد طبعا بالاعتماد على برهنات أو نهايات المرجعات فضل استاذيريس شكرا الآن لدينا مثال لندرس تغيرات التابع الأسي المثال هو التابع التالي fx يساوي نعرضه على السبورة ثم استاذيريس ممكن تساعدنا بالحل fx يساوي واحد على واحد زائد اي اكس أعطونا مجموعة تعريفة هي والمطلوب إيجاد النهايات ثم إيجاد دراسة التغيرات والرسم وسنقوم بأعرض بعض الطلب إضافي يتناسب مع الأفكار السؤال نفسه أو المثال تفضل استاذيريس ممكن fx يساوي واحد على واحد زائد اي اكس طبعا معرف على ار مطلوب النهاية عند الزائد لا نهاية والناقص لا نهاية النهاية في جوار أطراف المجموعة نعم إذا معرف على ار معرف على ار لا يعدم المقام لأن مقدار موجب زائل الموجب نعم هذه بدنا نهاية أنت الأطراف استاذ نعم نهاية fx fx في جوار الناقص لا نهاية يساوي طبعا بالنهاية اللي حكينا على نهاية صفر واحد على واحد واحد ممكن نكتب معادلة المقارب مباشرة لأننا سنرسم في النهاية y تساوي نحن بنعلم أنه بس يكون نهاية التابعة في جوار الزائد سيطلع عن الرقم بيكون الرقم مقارب أفقي y تساوي معادلة معادلة مقارب أفقي مقارب أفقي طبعا بجوار الناقص لا نهاية النهاية عند الزائد لا نهاية في جوار الزائد لا نهاية x تساعة للزائد لا نهاية طبعا مثل ما حكينا عنها قبل شوية بالتمرين أستاذ هي نهاية نهاية التابعة يوس x في جوار اللانهاية هي لا نهاية عدد لا نهاية يعطينا صفر ونستنتج المقارب y تساوي الصفر معادلة مقارب طبعا أفقي بجوار الزائد لا نهاية هالطلب الأول إستاذ سهيل نعم وأضفنا المقاربات بسبب أننا نريد أن نرسم أدرس التغيرات طلب الثاني F اشتقاقي أي مجال F اشتقاقي على R ف اشتقاقي على R واضح النهايات طبعا إستاذ سويل مع المقاربات استنتجناه بالطلب الأول نعم من اشتق التابع F فتحة تساوي مشتق البسط إستاذ سويل طبعا تابع الكسر مشتق البسط بالمقام ما اس المقام بسط على مربع المقام مشتق البسط صفر بالمقام صفر ناقص صفر ناقص مشتق المقام مشتق المقام طبعا صفر هاي اس اكس مثل ما حكنا الأستاذ سويل معتنا ناقص اس اكس بواحد ناقص اس اكس على واحد على واحد زائد اس اكس طبعا على مربع المقام شو بيطلع عنا الأستاذ التابع بيطلع عنا التابع ناقص اس اكس على واحد زائد اس اكس للتروية طبعا أستاذ سوهيل هذا التابع متناقص تماما إذن مشتق سالب والتابع متناقص تماما ممكن نظم جدول جدوله طبعا X F فتحة وكمان عندنا F التابع مجموعة تعريف أننا أستاذ سوهيل من الزائد ناقص للزائد وطبعا الطابع متناقص سالب عندنا في جوار ناقص لانها طلعت النهاية إذا تلاحظوا معنا واحد وكمان في جوار اللانهاية طلعت صفر طبعا متناقص من واحد للصفر هذه جدول التغييرات استاذ سوهيل إذن إذا سألنا هل التابع محدود سنجد أن جميع قيمهم محصورة بين الصفر والواحد فهو تابع محدود إذا تم السؤال للطالب عن هذه الفكرة المطلوب حاليا الرسم لكن قبل الرسم سنطلب طلب إضافي هو إثبات أن النقطة طلب إضافي النقطة أو أي اسم لا بأش فيها هي صفر نص أثبت أن النقطة أثبت أن النقطة النقطة صفر نص صفر نص مركز تناظر للخط لسي مركز تناظر لسي طبعا سي هو الخط البياني التابع لسي طبعا بدون ما نحكي سي مثل ما نذكر أستاذ سوي الخط البياني التابع المسكور أستاذ سوي إحنا لنأثبت أنه نقطة مركز تناظر لسي نحقق عندنا شرطين نعم يمكن أن نذكر الطالب بهم تذكيرا إذا عندنا نقطة راح نتسميتها نفسها كمان A إذا عندي A فاصلة B نقطة نعم بتكون A مركز تناظر للخط أي خط سي إذا حقق كم شرط شرطين الشرط الأول إستاذ إذا عندي X تنتمي لدي أين كانت X تنتمي لدي أين كان X تنتمي لدي آه ممكن نكتب R بدون مجالات لا بس هذا أدي بدنا A هي Xات لفاصلة النقطة المطلوبة شو هي 0 0 بـ 20 ناقص X نعم هلأ إمكاننا نطالب أن يحدد على جنب في الأعلى أنه 2A ناقص X هي ناقص X طبعا اللي يرتاح في الحل طبعا نحنا أستاذ سوهيل A هي 0 أعطيتني أها أستاذ يريس طالما مجموعة التعريف R أليس الشرط الأول محققة طبعا وضوحا بس يجب أن يكتبه يكتب أو ضحك بس هو X إذا بيعرف مجموعة التعريف هو بس لأن ما بيعرف أنه بطلع عنده ناقص X مو دوما بيكون X و ناقص X بمشان هيك كتبه أوضح أفضل من الطالب الشرط الثاني إذا الشرط الأول محقق F ناقص X F ناقص X زائد هي F 2A ناقص X طبعا تمام خلق أستاذ سوهيل ناقص X هي نفسها 2A ناقص X لتوضيح للطلاب بس زائد X تساوي يجب أن تساوي ماذا؟ 2B بمقدارها نص نص لازم الطرف الثاني يعطينا 2 ضرب نص يساوي الواحد يجب أن يساوي الواحد إذن بالحساب نصل إلى لحتى يطلع عنا مركز تناظر أستاذ لازم F ناقص X زائد FX لعنا شو؟ ممكن أستاذ على الصفحة الثانية طيب ما في مشكلة المسح الكامل آخر 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 تمام طيب F الناقص X عنا F الناقص X زائد FX ونحسب 1 على 1 على 1 زائد 1 على 1 زائد X تفضل تابعنا الآن نحن فينا بالتابع هذا لحتى أن واحد المقامات نجمع الكسر هذا مع الكسر هذا فينا نضرب الكسر الأول البسط والمقام بـ ESX تماما نلاحظ ما يحدث عننا ESX البسط على 1 بـ ESX هي ESX زائد ES0 شو معناتها 1 لأن ضرب الأسط جمع أستاذ ES0 E1 زائد 1 على 1 زائد ES شو X مباشرة نلاحظ أن البسط المقامات نفسها للبسط ESX زائد 1 على ESX زائد 1 يساوي 2 ضرب نص نعم يساوي 1 يساوي 2 ضرب نص للطوبة يحتمى ماشي هو بيطلع 1 و 2B شرطان محقق هذا النقطة مركز تناظر A إحداثيات 0 نص ممكن نرسم الرسمة السريع فقط مركز تناظر لس إذن أستاذ سويل نذكر طلاب جدول التغيرات بس نعم ناقص لا نهاية هنا زائد لا نهاية هنا ناقص هنا X هنا F فتحة X هنا F X 1 و 0 1 للصفر إذن البداية من أين من بسم المقاربات أول شيء نرسم المقاربات لدينا المقارب الأول أستاذ سويل عني Y ناقص 1 Y سوى 1 طبعا 1 Y 1 تمام نكتب Y تساوي أول عملية نقوم بها نوضع المقارب الأول أستاذ سويل لعنا كمان بالمقارب أن المقارب الثاني هو Y يساوي 0 طبعا Y 0 هو منطبق على محور X 7 يمكن أن نستفيد من نقطة مركز التناظر طبعا أستاذ نقطة نقطة تناظر أستاذ نا كان في مسافة أكثر نعم هي هي آه يمكن أن نرسم متناقص تماما طبعا متناقص تماما يبدأ أن الرسم الخط لبيعني من White Si 1 يتناقص إلى White Si 0 في جوار الزائد لانهاي صحيح نحن لدينا في جوار الناقص لانهاي بالنسبة لل 1 يظل من هنا لعند Y ساوي 0 في جوار الزائد لانهاي خلال مروره من المحورة إذنك الزاوية في الألوان ممكن تضغط لون أحمر وغير لون تفضل نحن نرجع نوضح أنه بدو يبلش من عند White Si 1 في جوار الناقص لانهاي بدو يستمر بالتناقص لعند Y ساوي 0 في جوار الزائد لانهاي خلال بدو يمر من نقطة تناظر البرها الناهية نصف صفر طبعا مقارب طالبنا على الدفتر هو ذات الامتحان أدخل أكيد شكرا أستاذ جريس تفضل شكرا أخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم الشكر أستاذ جريس على مرافقنا في هذه الندوة والشكر الموصول لأعزائنا الطلبة وإلى لقاء في ندوة أخرى قد تتعرف فيها التابع الوسي أو متابع إضاءات أخرى على المنهاج الصف الثالث الثاني من المادة الرياضية شكرا لكم